موسيقى الرئيس السيسي يواجه بانهاء اعمال كبرى تقاطع زهراء المعادي مع الاتستراد قبيل حلول شهر رمضان بوتن يترأس مجلس الامن قومي ويؤكد ان قوات الروسية تؤدي مهمتها بنجاح على اراضي اوكرانيا والنيتو يعقد اجتماعا طارئا والامين العام يؤكد ان الهجوم الروسية على اوكرانيا يقوض الامن في اوروبا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشطة الأخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى 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 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة انهاء اعمال كبرى تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الاتستراد قبيل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال جولة انتفاقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير قاهرة كبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري واوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان جولة الرئيس السيسي تضمنت اعمال انشاء محور حسبا لكافراوي الذي يربط بين منطقة المعادي ومناطق احياء الشرق القاهرة والتجامع مرورا بالكبرى الجديدة اعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا لقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي واضاف متحدث الرئاسة بان الجولة تشملت مشروع الماذا بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة الى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات وحرص الرئيس السيسي على التوقف اثناء الجولة التفاقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية ترجمة نانسي قنقر قالت الرئاسة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الدخول في مفاوضات وذلك بعد تصريحات الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينيسكي بشأن مناقشة الحياة الاوكرانية وأكد كريملين أن بوتين طلب الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشنكو بتنظيم محادثات منسك مع أوكرانيا مشيرا إلى أن موسكو أبلغت الأوكرانيين باقتراح إجراء محادثات في منسك أود أن التوجه إلى العسكريين الأوكرانيين بأن لا تسمحوا باستخدام المدنيين والأفراد كدروح بشرية ويرجى منكم ارجاعوا زمام الأمور في يدكم ونعرف أن الشعب الأوكراني هو رهينة وأقيم تقييما عاليا العسكريين الروسى الذين ينفذون أوامرهم بكل بسالة وشجاعة وينفذون الخطط العسكرية الرامية لضمان أمننا وضمان أمن وطننا هذا واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف القيادة الأوكرانية بقمع شعبها مشددا على أن العمليات العسكرية التي شنتها بلاده جاءت لتخفيف الوضع الإنساني الصعب في إقليم دونباس جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حيث اتهم لفروف الغرب بتطبيق ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الأوكرانية مشيرا إلى تجاهله الحصار الاقتصادي والتجاري لدونباس كما أكد لفروف أن واشنطن تستخدم أوكرانيا كأداة لردع بلاده نحن كنا مضطرون لأن نتخذ على عاتقنا بإمداد الدونباس بالمواد وفتح القوافل الإنسانية ووصل أكثر من مائة ألف حمل إنساني منها الأدوية والمواد الغذائية والسلع الضرورية وغيرها وبالطبع بأنه مع الحفاظ على هذا الحصار غير الإنساني ومع الإهمال الكامل من قبل أدول الغربية وحتى كنا قد اتخذنا إجراءات لتخفيض الوضع الصعب لسكان الدونباس أكدنا على دعمنا لجمهوريتي دانيسك ودوغانسك في سعيهم لتعزيز استقلالهم وحماية حقوقهم وأول حق هو العيش على هذه الأرض وأن يكون لديهم تقاليدهم الثقافية واللغوية لمنطقة الدونباس التي كانت مبنية لعخود ومئات السنين والتي حاولت السلطات في أوكرانيا نسفها قالت الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على الدخول في مفاوضات وذلك بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلانسكي بالشأن منقشة الحيادة الأوكراني وأكد الكيرونين أن بوتين طالب الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو بتنظيم محادثات منسك مع أوكرانيا مشيرا إلى أن موسكو أبلغت الأوكرانيين باقتراح إجراء محادثات في منسك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي لن يقصف المناطق السكنية في كييف مؤكدا نجحها في عزل العاصمة الأوكرانية كما أفادت الدفاع الروسية بسيطرتها على مطار جوستوميل قرب كييف كانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة منطقة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المغلقة قرب العاصمة الأوكرانية كييف وفي هذا الإطار أكدت موسكو أن القوات الروسية دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن أعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكرانية أن قوات روسية تقترب من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية في تقدم يضاف إلى الهجوم من الجهة الشمالية التي أعلن أعلن عنه في وقت سابق كانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها تقاتل وحدات مدرعة روسية في منطقتين ديمر وإيفان كييف شمالية العاصمة كييف ومن جانبه أشار مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنتون هيراشتشينكو أن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على كييف اليوم ما يجعله أصعب يوم في الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بعزلة غير مسبوقة للقادة اشتركوا في القناة 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 وتطال العقوبات شخصيات روسية بينهم كبار قادة الاتحاد الروسي كانت مصادر اوروبية قالت ان القرارات تشمل تجميد اصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجياته سيرجي لفروف في الاتحاد الاوروبي اعرب وزير الخارجيات الفرنسي جون ايف لودريان عن قلق بلاده على سلامة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلانسكي مؤكدا استعداد فرنسا لمساعدته اذا لزم الامر كما تهم لودريان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة تدبير اوكرانيا مشيرا الى ان فرنسا قلقة ايضا من هجوم من عسكرين روسيين محتمل ضد مولدوفا واجورجيا المنسي قوليبار اليوم tout à l'heure sur leur demande les ukrainiens demandent quoi ils demandent d'abord une aide humanitaire très forte c'est ce qu'on va faire et ce qu'on commence à faire ils nous demandent une aide financière pour que l'ukraine tienne le coup financièrement pendant cette période c'est ce que nous avons commencé à faire au niveau français mais aussi au niveau européen ils nous demandent un soutien en équipement militaire c'est ce que nous avons fait et que nous continuerons à faire il faut aussi comprendre que l'alliance d'autres لروسيا عن نظام السوفت للمدفوعات العالمية بين البنوك بدوره أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء الوضع الصحي في أوكرانيا في ظل الأزمة المتصاعدة هناك وفي بين قال أدهانوم إن النظام الصحي يجب أن يستمر في العمل لتقديم الرعاية الأساسية للأشخاص من المصابين بفيروس كورونا أو السرطان والسكري والسل إضافة إلى قضايا الصحة العقلية وخاصة للفئات الضعيفة مثل كبار السن والمهاجرين وشدد مدير عام المنظمة الدولية على ضرورة توخي أقصى درجات العناية من قبل جميع الأطراف لضمان عدم استهداف المرافق الصحية والعملين والمرضى ووسائل النقل والإمدادات ووسائل النقل والإمداداتعية وعودة للخبر الأبرز حيث وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال كبري تقاطع من طاقة زهراء المعادي مع الأتستراد قبيل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق أحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبار الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي وقد حرس السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية خاصة على كبر تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأتستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم المنطقة اللي احنا فيها دي يا فندم تم حفر أكتر من 200 ألف متر في طربة صخرية باستخدام المعادات الميكانيكية لتجنب النسف بوجود منطقة سكنية وتم راتم أكتر من 350 ألف متر مكعب باستخدام أعلى معايير الجودة طيب احنا خلص إليك إن شاء الله خلال شهر تلاتي يعني قبل رمضان إن شاء الله إن شاء الله خلصت اللوبات وكل شيء والربات بجميع العمل التكمليم حتى ابتداء الأمر الصناعي خلص خلص يعني كده حيباً ما هو الانتهى تماماً إن شاء الله يا فنينو تتربط على طريق الاسطرات هل انتم شايفين فيه حاجة تانية ممكن تيسر للمنطقة هنا لدي حركة بتاعته ممكن نعملها التقاطع ده يا فندم كان دايماً مزدحم لأن الاسطرات طريق رئيسي مع دخنة زهراء المعادي وحي المعادي فأحنا دلوقتي يا فندم قدرنا نحرر الحركة تماماً طيب أنا بتكلم بقى على المنطقة دي كلها تمام ست هل في حدة أو في حركة تانية نحتاجة مننا نوسع المحاور نزود حرر لحرسين أو نزود كباري نحرر لحركة فيها بيس إن الحركة أنا بكلم حركة العمودية اللي عليك تمام على كل حد تمام أنا بقول لك كلام ده عشان لو كان ده مجال إنك انتم تفكروا فيه تفكروا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الجولة التفاقدية للسيد الرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وقد حرس السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفاقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجادية محور حصائي كفراوي بيبدأ من صنية الأمر الصناعي مروراً بتقطعه مع محور الاصطراط ومروراً بمنطقة زهراء المعادي ويتقاطع مع محور الطريق الدائري على كبري لساتك مش عرفنا عليه فن وبينتهي عند نفأ الأصمارات الفنية المحور ده فنية بيأخذ القادم من مناطق جنوب القاهرة والقادم من حلوان وطريق السيد الحر وبربطوا مع شرق القاهرة في اتجاه العاصمة الإدارية عن طريقة ده محور فنية المحور الأول محور الدكتورة ساميرا موسى المحور ده فنية بيبدأ من نفأ الأصمارات وبتقاطع مع محور الشهيد ومحور مشير محمد علي فاهمي ومحور اللواء عمر سليمان ومحور المشير تنطاوي حتى شارع جمال محمد علي ومن القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومناطق العاصمة الإدارية عن طريق محور اللواء عمر سليمان اللي بتقاطع مع محور محمد علي فاهمي ومحور الدكتورة ساميرا موسى وكذلك بين القادم من الجنوب للمناطق دي عن طريق محور المشير تنطاوي الطريق ده فنية برضو بيربط القادم من الجنوب بمناطق شرق القاهرة وطريق السويس ووصولا لمطار القاهرة الدولي عن طريق محور شينزو آبي مرورا بمنطقة مدينة نصر ومدينة الأعمال كذلك فنية بيربط ما بين مناطق الجنوب ومناطق شرق القاهرة وغربها عن طريق محور امتدال المشير ومحور جهان السادات يبقى كده فنية بيربط مناطق الجنوب بالكامل القادم من حلوان ومناطق الجنوب بالقاهرة ده المحور رقم 8 نحن قلنا المحور بتاع طريق السويس نفسه ده محور يربط الشرق بالغرب ويربط شرق القاهرة وامتدادها لغاية التجمع ولغاية السويس ولغاية العاصمة الجديدة بالمودر اللي موجودة عليها صح كده؟ ثم عندي بعد كده محور أو كبرى سمير غانب مش كده برضو وده بياخدني من شينزو آبي ويكملني لغاية التجمع الأول صح كده؟ مضبوط فنية أنا لأنا عايز أقوله هنا إن إحنا مش بنقول للناس إن إحنا ربطنا بس كده إحنا عملنا تعدد وتنوع في وسائل الانتقال من الشرق من شرق القاهرة بشكل مريح جدا جدا بحيث أن أنا قربت قربت بخليتش الناس النهاردة وهي بتتحرك من من وسط القاهرة مثلا في اتجاه شرق القاهرة ما يبقاش عنده غير مثلا مثلا محور السويس أو مثلا محور المسير تنطاب لا، أنا عملت فريال أشرف مش كده مضبوط عملت ده عملت عمر سليمان قديم أحوار تاري مش كده مضبوط عملت حسباله الكفراوي اللي إحنا بنتكلم عليه إذن أنا مش فكرة إن أنا ده أنا بقوله هنا مش عشانك إنتوا إنتوا اللي عمليه نوع لكن أنا بقوله عشان الناس يبقى عارفة إحنا ليه عملنا كده عملنا محاور كتير ليه عشان أوزع حجم وكسافة العربات الكتير قوي اللي كانت زقارة ما تستوعباش على الآلف المنطقة دية ويبقى النهاردة الناس عندها أكتر من 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 مصار حركة يخدم على كل واحد طبقا تبقى لأقرب نقطة ليه أقرب حاجة للسكن بتاعه أو للعمل بتاعه قدي نقطة وإحنا شغالين بعد كده في الغرب بنفس الطريقة يعني إحنا شغالين في الغرب عشان نعمل شبكة طرق أخرى لغرب الغرب النيل يبقى وغرب القاهرة إن شئتوا نتسموه كده إنتوا هنا المفروض هتعملوا حاجة توصلكوا لغاية صلاح ساني من فوق النفق هنطلع على الوصل بتاعت المقاطم على الجبل وإنه يوصل لغاية نحادي المقاطم نفسه مش كده فدد وإنه يوصل بيه لغاية صلاح ساني مضبوط فدد تي كبرة يتعمل في الصينية فندم عن شرعة اسم مهم إنتوا اللي شغالين في ده مش كده إمتى معادنا إحنا لسه فندم سيدتك عيننا مبارح إنتوا في التصميمات وكلام لكن إنتوا قدامكم بعد التصميم بصلكو تلت شوق تمام سيد كتير تمام إن شاء الله مش كتير ولا إلي بصراحة كتير يعني إن شاء الله فندم أنا عايز لك الأحاجة إنتوا شفتوا الموضوع ده بيعمل إيه في الناس طبعا بيفرج عليهم بيوفر لهم مقول طبعا مش كده طبعا بيغيحهم طبعا طيب إنت عايز تقوليني إيه بننفذ فندم الأعمال الصناعية على المحاور الرئاسية لتحرير القطعات فندم على المحاور محور سيادتك حساب الله الكفراوي إحنا نفذنا عليها فندم ستة كبري ونفق تم تنفيذ كبري أعلى الأدستراد فندم وده بيحقق ربط كامل مع طريق الأدستراد ثم تم تنفيذ فندم ثلاث أعمال صناعية نفق واثنين كبري لتحرير الحركة مع الطرق الداخلية بمنطقة زهراء المعايدة فندم ثم تم تنفيذ كبري اللي هو حساب الله الكفراوي اللي سيادتك مشرفنا عليها فندم أعلى الطريق الدائري لربط المحور بالطريق الدائري وسيادتك تم تنفيذ نفق الأصمارات لتحرير الحركة مع المتجهة فندم لمحور الدكتورة سميرة موسى ومحور عمر سليمان ومناطق المؤطم سيادتك محور الدكتورة سميرة موسى فندم ده عليه أربع كبار يا فندم في كبري بيحرر الحركة مع محور الشهيد وده بالفعل يا فندم منفذ وجاري العمل بتلات كبار محور المشير محمد علي فهمي ومحور عمر سليمان ومحور المشير تنطاوي وسيادتك كبري اللي على محور المشير تنطاوي ده فندم يعني هيوصل ارتفاعه لحد أكتر من 25 متر وهيعدي أعلى المونوريل وتم التنسيم على هيا القومية للأنفاء فندم اللي عند المنارة اللي عند المنارة سيادتك تماما وفي سيادتك محور عمر سليمان فندم اتنفذ وسيادتك محور الدكتورة سميرة موسى فندم هيوصل لحد شارع جمال محمد علي لحد كبري البطلة في ريال فندم أعلى طريق دايري وبقى احنا كده ربطنا المحور بمناطق القاهرة الجديدة ومنها للعصمة انت عملت محور موازي بالداير بالزبط يا فندم وده نحن هزنقول للناس ان احنا مش هنكتفي بس بالداير ممكن نتحرك عليه والناس اللي متحركة ممكن تروح داخلها تعدي الكبري دايري وتمشي موازي لطريق دايري دون المرور بالطريق الدايري فندم باشا في سيادتك محور عمر سليمان فندم ده متنفذ فندم بالفعل ومتنفذ عليه ثلاث أعمال صنعية شوف ده آخر محور من أول طريق السويس وسامير غاني وفريال أشرف وعمر سليمان والمشير تنطاوي ده آخر حال ده آخر محور ده آخر محور سيادتك برضو محور عمر سليمان فندم بيربط كده فندم المحور حصاب الله الكفراوي مربوط بمحور عمر سليمان محور عمر سليمان فندم ننفذ عليه ثلاث أعمال صناعية عشان نحرر الحركة فندم مع محور الشهيد ومحور احنا ممكن نقول للناس ايه ان المحور دي بالكامل خلصون متحرر لا متحرر الحركة عليها تمام سيد بحيث ان هي ما بقيتش في اي اعاقة وهو ماشي على الطريق يلاقي حد تقطعات تقطعات او كلام تمام وانت هتعمله الكوبري مش كده محمد الكوبري اللي هو عند مدخل الاسمرات تمام مش كده عشان تدخلني على هنا مستريح بايدة عن اللفة اللي مش كده برضو تمام سيد انتو اللي احتملوه ان شاء الله فندم طيب بإذن الله وسيدتك محور شينزو محور شينزو يا ابا فندم علي يا فندم خمستاشر عمل صناعي اتناشر فندم بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ تلت اعمال صناعية فندم عملين عند منطقة جوردينيا ودول يعني خلاص فندم يعني يكاد يكون انتهينة منهم والمحور اللي بحرر حركة فندم مع الكبري اللي بحرر حركة مع محور الشهيد علشان سيدتك ما نخلقش تقاطع مع محور الشهيد مع محور المشير مع محور شينزو يا ابا وده سيدتك يعني يوصلين ناس بالتنفيذ خمسين في المئة وفي سيدتك برضو فندم من ضمن يعني على رمضان يكون خلصان تمام سيدتك شكرين احنا معنا في رمضان ان شاء الله بإذن الله شكرين سلام عليكم السادسة مستمرة وتتابعون فيها برسين الرئيسي يسجل اكبر عدد من اصابات كورونا الوافدة منذ عامين سجلت الصين أعلى عدد يومي من حالة الإصابة بفيروس كورونا الوافدة من خارج البر الرئيسي منذ ما يقرب من عامين وكانت معظم الإصابات من هونغ كونغ التي تكافح موجة من العدوى وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن البر الرئيسي رصد مائة واثنتين واربعين حالة وفدة عليها أعراض إصابة مؤكدة وهو أعلى عدد من حالات الإصابة الوافدة منذ بدأت السلطات في مارس عام 2020 في تصنيف الحالات المنتقلة داخليا والحالات الوافدة من خارج البر الرئيسي كل على حدة أعلن وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن الوضع لا يسمح لألمانيا بتخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أسرع وأنه لا ينبغي أن يعتقد الألمان أن الجائحة انتهت لأن عدد الإصابات اليومية الجديدة لا يزال مرتفعا جدا وذكر لوترباخ أنه لم يكن لديه أي مجال على الإطلاق لرفع القيود بسرعة مضيفا أنه لا يمكن قبول أن تكون وفاة كورونا بين 200 و300 حالة يومية وفاة كورونا بينهي وفاة كورونا بينهي مصرنا الغالية موطنا للأمن والاستقرار والتنمية كما أرسل وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وأعرب وزير الداخلية عن خالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني دعيا أن يعيد المولى عز وجل الذكرى العطرة ومصر والأمة العربية في رفعة وتقدم وأمان كما أرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج وبرقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هذا وأرسل وزير الداخلية برقية تهاني للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وبرقية تهنئة للقيادات والعملين المدنيين راجعا المولى تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة على مصر والأمة العربية بالتقدم والرفع والازدهار أكد وزير الاتصالات عمر طلعت أن الوزارة تحرص على إتاحة فرص تعلم مرنة ومتنوعة وإعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اي بي ام لتنمية المهارات أكد وزير الاتصالات أن البرتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة العالمية في تأهيل طلاب مدارس وي للتكنولوجيا تطبيقية ومشيرا إلى أنه تم تطوير وتحويل عدد ست مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة جهود مدنية ومشروعات تجري على قدم وصاق بالمحافظات وخصوصا محافظة بني سويف التي تشهد حركة دأوبة في مجال المشروعات الخدمية والتنموية وافتتحت المحافظة مرحلة التشغيل التجريبي من الكورنيش والممشى السياحي بعدما تم الانتهاء من تطويره للمزيد نتابع التقرير التالي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين شهدت محافظة بني سويف افتتاح مرحلة التشغيل التجريبي من الكورنيش والممشى السياحي بعدما تم الانتهاء من تطويره أهالي المحافظة عبروا عن فرحاتهم بافتتاح الكورنيش خلال توافضهم عليه للاستمتاع بأجوائه الفريدة اتفاجئنا النهار ده بالكورنيش وبالجمال وبالمجهود الجبار المعمول فيه وأساعدنا جدا أن نحن لقينا الخدمات الأمن والعمال التي نظفها لطوله والتفتيش على البوابة شيء رائع وشيء ما كانش متوقع وبالنسبة أن نحن نجي أول مرة على الكورنيش ونشوف الجمال ده ده حاجة مجهود جبار جدا مشروع ممشى أهل مصر بطلب بس من الناس أنها تحافظ على نظافة المكان ما تكسرش حاجة نحاول نحافظ على المكان عشان يبقى أفضل وأفضل بصراحة كان حاجة متلفز جديد لبني سويف ما كانش في عندنا حاجة كده ببني سويف أن الدنيا أصغر شوية ببني سويف وبعد تطوير كورنيش بني سويف أصبح يتضمن ممشى سفليا تم تصميمه على غرار ممشى أهل مصر بالإضافة إلى مطعم من دورين والنفورة الأرضية والنفورة الراقصة ومارينة ومنطقة ملاهي الأطفال ومدرجات للجمهور بالإضافة إلى مجمعين لكفيهات والمحلات التجارية بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية كما تم إنشاء ست بوابات لدخول منطقة الكورنيش ذات طراز المعماريين يليقوا بالمنطقة الممشى السياحي ببني سويف يحتوي على اللوحة التزجارية التي تتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة بهدف تكريم هذه النوابق والأعلام وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التي توفر الحماية المجتمعية للمواطنين وتبنت أليئة لرفع العبء عن كهل المواطنين وفي مقدمة تلك المبادرات جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة لتحسين جودة الحياة لقرى الأكثر احتياجاً وخاصة القرى في صعيد مصر فضلاً عن العديد من المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً هدف وضعته الدولة وعملت على تحقيقه بكافة الجوانب حيث سعت القيادة السياسية إلى تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي توفر الحماية المجتمعية للمواطنين ومن بينها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة للكهي والأمراض غير السارية كما أطلقت الدولة مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بهدف تقديم الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات ومبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية ومبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة للمواطنين الأولى بالرعاية وتجهيز الفتيات المقبلة على الزواج من اليتيمات وذوي الهمم ومبادرة سجون بلا غارمين بهدف سداد ديون الغارمين كما أطلقت الدولة مبادرة بر أمان لدعم وحماية الصغار الصيادين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومبادرة مراكب النجاح للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري الدولة رفعت أيضا نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.18 إلى 263.19 مليار جنيه وذلك بنسبة 15.14% ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافر وكرامة من 3.17 إلى 19 مليار جنيه كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.17 إلى 10.15 مليون مستفيد أعلن رئيس جامعة قناة السويس ناصر مندور أن الجامعة بصدد إطلاق قوافل الإصحاح البيئي للعام الحالي وذلك ضمن خطة القوافل الصحية في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي حياة كريمة وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن هذه القوافل تقدم خدماتها سواء بإجراء الكشف أو تقديم الأدوية والعلاج بالمجانة أهلا بحضراتكم إن شاء الله يوم 8 وعشرين تبدأ موسم القوافل الطبية والبيئية والصحي البيئي والقوافل دي غالباً هتكون قوافل بعضها شاملة وبعضها متخصصة يوم 8 وعشرين إن شاء الله هتنطلق أولى هذه القوافل إلى منطقة السبع أبار في منطقة إسماعيلية لمساعدة أهلنا في جميع النواحي المتعلقة بحياتهم بعد كده فيه قوافل متعددة في أبو سوير وأنطرة شارك وأنطرة غرب وجميع المواطنة الإسماعيلية بإضافة لجنوب شمال سيناء وبعض القوافل في محافظة السويس ومواطنة بورسعيد افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعيين في نقباج معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الثانية والسبعين واستضيف المعرض الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي كأكبر وأقدم معرض للحرف اليدوية في مصر تحت شعار مصر بتتكلم حرفي نحو تقديم المزيد من الدعم للسكارات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة في التمكين الاقتصادي للأسر افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض ديارنا للحرف اليدوية في دورته الثانية والسبعين تحت شعار مصر بتتكلم حرفي احنا عندنا اكتر العرضين موجودين من محافظات مختلفة لكن فيه جزء كبير من أسوان والنوبة المراضي فيه ايضا استضافة لعشر باكيات لأولدنا من داوي الأعاقة فيه ايضا ثمن باكيات صديقة للبيئة فيه تمثيل للوزارات الشريكة ومعنا وزارة الشباب والثقافة والجهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة والسياحة يعني هكذا عهدنا ان احنا نحاول نعمل معرض واحد قادر المستطاع المعرض مبني على مساحة 3200 متر وبيتقوم 355 عارض وعارضة من محافظات الجمهورية المختلفة المعرض يساهم في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خمات بيئية ورشيدة في سعرها بمشاركة عارضين من أغلب المحافظات مشاركة في معرض ديارنا الأول مرة منتجات واجبات شركة نوباتي للوجبات التراثية والمنتجات الأسوانية مشاركة في المعرض بالمخبوزات النوبية والمواسم والأفراح ومربة الكركة ده جزيل الشكر لكل الجهات المعنية بالمعرض ده لأنه المعرض ده يعتبر البيئة الخاصبة الجميلة اللي بنقدر نعرض بها منتجاتنا ونعرض حاجتنا للهند ميد اللي ما بنقدرش نسوقها فيعني بتعتبر هي البيئة الخاصبة للماركتينج كله معرض ديارنا من المعارض المهمة جدا في مجال الحرف التقليدية ومجال الرعاية والتنمية التقليدية وأهم شيء في الحرفة هو إزاي تسوى المنتج ده فطبعا هو وزارة التضامن بتقوم بالدور ده بشكل مهم جدا من خلال تنظيمها للمعرض ده ممكن احنا شايفين التنظيم تقريبا بيحتوي على كل الحرف وكل المنتجات اليدوية من كافة محافظات مصر تنظيم المعرض يأتي لحرس وزارة التضامن على إقامة 25 معرضا خلال هذا العام لتحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الانتاجية افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبدالفطيل شوشة وحدة العلاج الكيموي وأمراض الدم بمستشفى العريش العام وأشار شوشة إلى تطوير مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة 134 مليون جنيه حيث تم استحداث قسم القسطرة القلبية والرنين وقسم الاستقبال والطوارئ وقسم النساء والولادة وجراحات اليوم الواحد والعلاج الكيموي كمرحلة أولى وجار إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بقيمة 128 مليون جنيه وأضف محافظ شمال سيناء إلى أن وحدة العلاج الكيموي ستخدم نحو 700 مريض يتكبدون مشقة السفر للعلاج في المحافظات الأخرى والآن آخر أخبار المال والأعمال في هذه النشرة الجولة الاقتصادية وفاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا يوسف عبدين شكرا سحر ناجي وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري ما يهدد بتعارض الدولة للإفلاس وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري الذي أكد أن الأرقام تشير أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت نحو 45.4% في نهاية ديسمبر 2021 وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة تبقى للمعايير الدولية إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفية تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريراً عن آخر موقف للبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك في المحافظات وأكد شعراوي أن مشروعك نفذ حوالي 1500 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر يناير من العام الحالي بإجمالي قروض تصل إلى 300 مليون جنيه كما ساهم في توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر من المجتمع وباعتبارهم قوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستفيد منها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق رخاء الاقتصادية في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقة الثنائية مع أزربيجان تنعقد اليوم بمدينة باكو عاصمة أزربيجان اجتماعات الدورة الخامسة لللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنية برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير النقل الأزربيجانية يأتي إنعقد الدورة الخامسة لللجنة المشتركة في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفنية ومن المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات ثنائية بين وزيرة التعاون الدولي وعدد من المسؤولين من دولة أزربيجان في أسواق المعادن أن فيسا شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسواق العالمية على نحو طفيف بعد ارتفعها إلى أعلى مستوى في 18 شهرا على وقع الأزمة الأوكرانية وترجعت أسعار الذهب 4 من 10% لتسجل الأوقية نحو 1894 دولار أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار الذهب 18 نحو 712 جنيه أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 834 جنيه وهو الأكثر مبيعا فحين وصل عيار الذهب 24 إلى 947 جنيه أما بالنسبة للسعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 6672 جنيه قالت المصادر في أوبيك بلاس إن اتفاقا بين منتجي النفط في التكتل بما في ذلك روسيا لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن بعد الهجوم الروسي لأوكرينيا ومن المرجح أن تلتزم المنظمة بزيادة الإنتاج المزمعة في اجتماع الأسبوع المقبل على رغم من تجاوز سعر النفط حاجزة المائة دولار للبرميل وتجتمع منظمة البلدان المصادرة للبيترول أوبيك وحلفاءها وهو التكتل المعروف باسم أوبيك بلاس في الثاني من مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستزيد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر ويوسف الاستكمال ما تبقى من السبسة شكرا لك فطيما تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجمة إبراهيم التي برعت في أدوار الشر وقدمت نجمة عددا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية اشتركوا في القناة انتهت أخبارنا وبقي تذكير بأهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يوجه بإنهاء أعمال كبري تقاطع زهراء المعادي مع الأوتوستراد كبيل حلول شهر رمضان بوتين يترأس مجلس الأمن القومي ويؤكد أن القوات الروسية تؤدي مهمتها بنجاح على أراضي أوكرانيا الناتو يعقد اجتماعا طارئا والأمين العام يؤكد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يقود الأمن في أوروكا وبهذه العنويين امتعط نشرة السادسة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء